هذا هو المقطع الرابع من الفصل الأول من الباب الأول من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي وسوف نتحدث في هذا المقطع عن الحركة الكيسانية وفروعها ومنها الرواندية أن التاريخ الشيعي يؤكد تصدي الإمام محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب لقيادة الشيعة الكيسانية في المرحلة التي أعقبت استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عام 61 في كربلاء ورعايته لثورة المختار ابن عبيدة الثقفي في الكوفة عام 66 إلى حين وفاته محمد بن حنفية يعني عام 81 كما يقول النوبختي يقول أن فرقة قالت بإمامتي محمد بن حنفية يقول فرقة يعني هو بالحقيقة ربما عامة الشيعة قاله ولكن النوبختي الإمامي الذي يحاول أن يكتب التاريخ كما يرى يعني يقول أن فرقة قالت بإمامة محمد بن حنفية وزعمت أنه لم يبقى بعد الحسين أحد أقرب إلى أمير المؤمنين من محمد بن حنفية فهو أولى الناس بالإمامة كما كان الحسين أولى بهما من بعد الحسن وبالرغم من عدم وجود نص بالإمامة الإلهية على محمد بن حنفية ما عدا الوصية العادية من الإمام علي والتي اشترك فيها محمد مع أخويه الحسن والحسين إلا أن تفشي الغلو في صفوف الشيعة الكيسانية قد فتح الباب أمام هذا القول والإدعاء بمهدويته وغيبته ورجعته في المستقبل ثم حصر الإمامة في ذريته كابنه أبي هاشم عبد الله الذي أصبح أكبر زعيم شيعي علوي في أواخر القرن الأول الهجري ثم القول بإمامة ابنه الآخر علي بن محمد الذي ورث الإمامة إلى أبنه الحسن والقول بحصر الإمامة والمهدوية في ذريته إلى يوم القيامة كما قالت بذلك الفرقة المختارية إلا أن الصراعات التي عصفت بالشيعة في بداية القرن الثاني الهجري تجاوزت هذه السلالة ونقلت القيادة إلى زعماء آخرين إذ راح زعماء شيعة غير علويين متعددون يستخدمون منطقا مغاليا خارجا عن الإسلام من أجل تدعيم زعامتهم يقوم هذا المنطق على نسبة الإلوهية لمحمد بن حنفية وادعاء النبوة والإمامة لأنفسهم وهو ما قام به في بداية القرن الثاني الهجري رجل من الغلات يدعى حمزة بن أمارة البربري الذي كان من أهل المدينة وادعى أن محمد بن حنفية هو الله عز وجل وأنه أي حمزة نبي وإمام وإنه ينزل عليه سبعة أسباب من السماء فيفتح بهن الأرض ويملكها وقال هذا البربري من عرف الإمام فليسمع ما شاء فلا إثم عليه فتبعه على ذلك ناس من أهل المدينة والكوفة كما يقول المؤرخان النبختي والأشعر القمي وقد تبع حمزة هذا رجلان من قبيلة نهد يقال لأحدهما صائد والآخر بيان ابن سمعان التميمي ولا نعرف كثيرا عن صائد وأما بيان فكان تبانا يبيع التبن بالكوفة وادعى أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن حنفية نص على إمامته ونصبه إماما ثم ادعى أنه نبي وإن أبا هاشم نبأه عن الله عز وجل وتأول قوله تعالى هذا بيان للناس قال هذا أنا بيان للناس تأويلا تعسفيا حيث ادعى أنه هو البيان الذي يشير إليه القرآن وقد غلى بيان في علي حتى قال هو إله حل فيه جزء إلهي اتحد بناسوته به كان يعلم الغيب ويظفر بالكفار وبه اقتلع باب خيبر وإن روح الإله تعالى حلت في علي ثم من بعده في ابنه محمد بن حنفية ثم من بعده في ابنه أبي هاشم ثم من بعده في بيان نفسه وقد خرج بيان مع المغيرة ابن سعيد في الكوفة سنة 119 هجرية قاموا بحركة يعني فقتلهم الوالي الأموي خالد بن سعيد القسري وما أن تم القضاء على حركة بيان والمغيرة حتى رفع راية الغلوب رجل يدعى عبد الله بن عمر ابن حرب الكندي الذي قال أن روح الإله تناسخت في الأنبياء والأئمة إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن حنفية ثم أن تلك الروح انتقلت من عبد الله بن محمد إلى عبد الله بن عمر بن حرب إلا أن أصحاب ابن حرب اختلفوا فيما بينهم ثم اجتمع أمرهم على أن يخرجوا إلى المدينة يلتمسون إماما من بني هاشم إذا كان لابد لهم من إمام فبينهم في المدينة متحيرين إذ أتى آت عبد الله بن معاوية ابن جعفر الطيار فأخبره خبرهم قال له في جماعة جايين من الكوفة أو من العراق ويبحثون عن إمام فأرسل إليهم فلما دخلوا عليه قربهم وانتسب إليهم وأخبرهم بصفتهم وما قدموا له ورغبهم أن هذا أمر علمه بذاته وطبعه فقبلوا قوله وصدقوه وادعوا إمامته وأنه وصيء بهاشم ثم ادعى أن روح الله تحولت في آدم كما قال الطائفة من النصارى في عيسى بن مريم وإن تلك الروح لم تزل تتحول حتى صارت فيه وأنه يحيي الموتى وإنما أطمعه أطمع هذا عبد الله بن معاوية في تصديقهم إياه ما وقف عليه من تصديقهم لابن حرب وكان هو أي عبد الله من أبيان الناس وأنصحهم وأخطبهم وأشهرهم فقبلوه وجعلوه إماما ودعوا إليه فكان أول ما شرع لهم تحريم الختان وأحل لهم الميتة والدم ولحم الخنزير ربما كانت خلفيتهم نصرانية يعني وتأولوا في ذلك قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وأن هذه الآية ناسخة لما قبلها من قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولكن ما حرم شيئا من ذلك وهكذا استطاع عبد الله ابن معاوية ابن جعفر الطيار أن يكسب ولاء جماعة من الغلات من أهل المدائن أصحاب عبد الله بن الحارث الذين زعموا أنه الإمام وهو العالم بكل شيء وقالوا أن الله عز وجل نور وهو في عبد الله ابن معاوية ومن عرف الإمام فليصنع ما شاء وكما يلاحظ فإن عبد الله بن معاوية بنى إمامته على مجرد الإدعاء بالوصية إليه من قبل أبي هاشم دون أي دليل وأنه استمال الحربية هذه الفرقة تسمى حربية الذين كانوا يأتون من خلفية مسيحية استمالهم بإلغاء الختان وإباحة الخنزير وتناغمه معهم في أن روح الله حلت بآدم وعيسى المسيح كقول فرقة من النصارى ثم انتقالها إلى محمد وعلي وابن الحنفية وحلولها أخيرا في عبد الله بن معاوية وقد خرج عبد الله بن معاوية عام 129 على الأمويين في بلاد فارس وسيطر على مساحة شاسعة في الحقيقة ثم قتله أبو مسلم الخراساني الذي كان يتبع جناحا آخر من الشيعة الأباسيين ولكن أتباعه أتباع عبد الله بن معاوية لم يصدقوا خبر مقتله ورفضوا الاعتراف بموته وقالوا إن عبد الله بن معاوية هو القائم المهدي الذي بشر النبي به أنه يملك الأرض ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلم وجورا الفرقة الأخرى التي تفرعت من الكيسانية هم الرواندية شيعة العباسيين الغلات وفي هذه الأثناء كان رجل آخر من بني هاشم وبالتحديد من أبناء العباس هو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس يدعي أيضا استمداد الشرعية الدينية من الوصية له من قبل أبي هاشم وذلك عندما لفظ أنفاسه الأخيرة هذا الأخير عبد الله أبو هاشم لفظ أنفاسه الأخيرة في الحميمة في كنف والده علي بن عبد الله بن عباس فهو الإمام وهو العالم بكل شيء هذا يعني محمد بن علي بن عبد الله كان يدعي أنه هو الإمام وهو العالم بكل شيء فمن عرفه فليصنع ما شاء وبما أن العباسيين كانوا جزءا من حركة المعارضة الشيعية الواسعة وتيارا في الحركة الكيسانية المغالية فقد تأثروا أيضا بالبيئة المحيطة بهم وكانت لهم فرقة خاصة تتبعهم وتدور حولهم وهي الفرقة الرواندية والتي تفرعت عنها فرق مغالية عديدة ويحدثنا أنه بختي عن فرقة قالت الإمام عالم بكل شيء وهو الله عز وجل ويحي ويميت وأبو مسلم الخراساني نبي مرسل يعلم الغيب أرسله أبو جعفر المنصور وهم الرواندية أصحاب عبد الله الرواندي وشهدوا أن المنصور هو الله فإنه يعلم سرهم ونجواهم وأعلنوا القول بذلك ودعوا إليه فبلغ قولهم المنصور فأخذ منهم جماعة فأقروا بذلك فاستتابهم وأمرهم بالرجوع عن قولهم ذلك فقالوا المنصور ربنا وهو يقتلنا شهداء كما قتل أنبياءه ورسله على أيدي من شاء من خلقه وأمات بعضهم بالهدم والغرق وصلت على بعضهم السباع وقبض أرواح بعضهم فجأة وبالألل وكيف شاء وذلك له يفعل ما يشاء بخلقه لا يسأل عن ما يفعل فثبتوا على ذلك إلى اليوم هذا النوقت يتحدث أواخر القرن الثالث الهجري وادعوا أن أسلافهم مضوا على هذا القول ولكن كتموه عن الناس وكان ذلك ذنبا منهم يتوب الله منه عليهم وليس هو بمخرجهم من الإيمان ولا من طاعة إمامهم كما يحدثنا عن فرقة منهم تسمى الهاشمية قالت أن الإمام عالم يعلم كل شيء وهو بمنزلة النبي في جميع أموره ومن لم يعرفه لم يعرف الله وليس بمؤمن بل هو كافر مشرك وقادوا الإمام عن أبي هاشم إلى ولد العباس ويقال لقسم من الفرق الراوندية الهريرية أو الهريرية كما يقال لقسم آخر منهم الخرمدينية أو الأبى مسلمية وهم أصحاب أبي مسلم الخرساني الذي قتله المنصور ولكنهم اتبعوا نهجا باطنيا ولم يعترفوا بمقتله بل قالوا بإمامته وادعوا أنه حي لم يموت هذا أبي مسلم الخرساني وقالوا بالإباحات وترك جميع الفرائض وجعلوا الإيمان المعرفة لإمامهم ويمكننا ملاحظة صفات تشترك كل تلك الحركات المغالية فيها وهي واحد بناء النظرية السياسية لكل واحدة منها على الوصية واحد وصي الآخر سواء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم للإمام علي كما قالت السبائية أو الوصية من الإمام علي لمحمد بن حنفية ومنه لابنه عبد الله أبي هاشم كما قالت الكيسانية أو من عبد الله لزعماء الحركات المختلفة التي تفرعت عنها كالحربية والبيانية والمغيرية والجناحية أثباء عبد الله بن معاوية والعباسية هذه كل حركات تفرعت عن الكيسانية وكانت تقول بالوصية من واحد لآخر اثنان الغلو في أئمتها وزعمائها إلى درجة الألوهية والنبوة ثلاثة ادعاء العلم الإلهي لأئمتها بما كان وما هو كائن وما يكون أربعة ادعاء المهدوية والغيبة للأئمة خمسة اتباع المنهج الباطني في تأويل الأحداث والأقوال وقلبها ورفض الاعتراف بموت من يموت منهم ستة تأويل القرآن الكريم لخدمة نظرياتها السياسية المختلفة سبعة اختلاق المعاجز الأسطورية ونسبتها للأئمة في محاولة لإثبات ارتباطهم بالسماء ثمانية العنف واللعن والتكفير لمخالفيها وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية تسعة إباحة المحرمات كالزنا واللواط والميتة والأحم الخنزير عشرة الخروج عن أصول الإسلام الرئيسية وإلى هنا انتهى الفصل الأول من الباب الأول من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الأثني عشري وسوف نتحدث في الفصل الثاني عن الحركات الشيائية الزيدية والإمامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر